حديث عن تمديد الهدنة وأسف لعدم فتح الطرق وصمت عن ما يحدث في شبوة هكذا بدأ ملخص إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندريغ عن الوضع في البلاد بعد أن طغى الحديث عن الهدنة وتمديدها عما سواها في وقت فشلت فيه الأحداث بشبوة بإلفت نظر المبعوث الأممي إليها بصرف النظر عن اعتراف المبعوث الأممي بفشله في فتح طرق تعز مكتفيا بالتأسف على ذلك وهو ما ينسف جهود تمهيد الهدنة إلى أن التجاهل الأممي لما يجري في شبوة يضع أكثر من علامة استفهام حول الموقف الأممي من مشاريع التقسيم التي يمهد لها في جنوب البلاد جروندريغ بشر في إحاطته بسعيه للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع يشمل آلية لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين وفتح طرق تعز إلا أن مراقبين يستبعدون تحقيق ذلك في ظل استمرار رفض ميليشي الحوث المقترحات الأممية الشرعية والدولة اليمنية هي الأكثر خسارة مما يجري حيث يبدو الموقف الأممي متسقا وفق مراقبين مع رغبة التحالف في تهميش الشرعية واستبدالها بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب والقبول بميليشي الحوثي كواقع في الشمال وهو الأمر الذي إذا ما حدث يهدد مستقبل الجمهورية والوحدة ترجمة نانسي قنقر